ارتفاع متزايد في عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 تسجلها المصالح الاستشفائية في الموجة الرابعة لجائحة كورونا عينتنا كانت من مستشفى بنمسوس بالعاصمة نتكلم عن بنمسوس راها في وضعية خطيرة وخطيرة جدا لأن تقريب تسع مصالح مستشفى بنمسوس يؤكد المختصون أن الإصابات الخطيرة لا تستثني الشباب وأن الحالات الخطيرة المتوافدة على المصلحة لم تتلقى التلقيح هذا الشهر الذي فاته لاحظوا بأنه كانت الملاذة لديهم 50 عام في المصلحة عندها تنسيزان لذلك اتنسي الملاذة فيما يتعلق بالكوفيد تنسيزان معظم الأمراض المرضى الذين يدخلوا في المصالح اليوم لا يوجد المصالح لذلك تنسيزان مهمة جدا خاصة للمواطنين أكثر من خمسين سنة والذين لديهم كوموبيدات تنسيزان 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 تلقيح أكبر عدد من الأشخاص لتحقيق المناعة الجماعية